اشتركوا في القناة إذانا بمحاضرة توبيخ طويلة من مديرك المباشر ماذا سوف تفعل إذا أدركت أن هناك بعض الوظائف يذهب عاملها في صباح كل يوم وهو لا يدري هل سوف يتمكن من العودة إلى منزله على قدميه أم محمولا في أحد التوابيت هذه قائمة بأخطر الوظائف في العالم على الإطلاق سوف تجعلك تدرك كم أنت محظوظ في مهنتك الحالية مهما كانت درجة سخافتها أولا منظف نوافذ ناطحات السحاب تحتاج إلى أعصاب فلاذية لتتمكن من قضاء هذا العمل الذي يقوم به الشاب بالصورة هو أحد عمال تنظيف النوافذ ليحتى الشقاق السكنية التي تقع بالطابق الرابع والثلاثون في ناطحة سحاب بإمارة دبي فقط لإعطاء النافذة مظهرا أكثر النظافة أو لإزالة إحدى البقاع المزعجة التي تفسد شكل الزجاج فأنت على استعداد لتقديم حياتك ثمنا لذلك ثانيا عمال إمداد الطائرات المروحية في المرة الأولى التي تتطلع بها لعمال إمدادات خطوط الكهرباء المدلون بأحبال من الطائرات المروحية تعتقد أنه مهم ولكنها وظيفة حقيقية تماما حيث يتم تدريب هؤلاء العمال على نحو مكثف جدا لمواجهة خطورة هذا العمل والتي لا تكمن فقط في التدلي من الطائرة ولكن أيضا في التعامل مع أسلاك كهرباء غاية في الدقة والتعقيد ثالثا مصارع التماسيح بغض النظر عن إلى أي حد كان مديرك غاضبا هذا الصباح ولكن حمدا لله أنه لم ولن يتحول إلى تمساح يوما ما هذه الوظيفة يقوم بها بعض الأشخاص في أحد حدائق الحيوانات التايلندية بشكل يومي ظهرت هذه العرض لأول مرة في حديقة حيوان بانكوك بتايلند عام 1985 يقوم فيها المصارع بتقديم عرض قوي في مواجهة التمساح فيفعل كل شيء من مبارزة بالعصى إلى وضع رأسه داخل فم التمساح كما بالصورة رابعا مدرب الأسود مرة أخرى مع الحيوانات المفترسة ووظيفة مدرب الأسود هذه الوظيفة لها ماض طويل مع الحوادث الدامية والمؤسفة فما بين طرفة عين وانتباهها يمكن أن يخرج مالك الغابة عن حصار الترويد المفروض حوله لتجده يلتهم ذراع مدربه أو حتى يصيبه بإصابات متفرقة في أنحاء مختلفة من جسده وتعد وظيفة ترويد الأسود أو المهن المتعلقة بالسرك بشكل عام من أكثر الوظائف خطورة حول العالم خامسا عمال المناجم لا تحتاج لأن تسمع تجربة شخص قضى أكثر من ثلاثون عاما في عمل المناجم بدولة تشيلي على سبيل المثال فجسده سيكون أبلغ من أي قصص تروى عن مدى خطورة عمل المناجم ندب هنا وهناك وعدد لا بأس به من الكسور في أحد أنحاء الجسد مع نتوآت متعددة تكمن خطورة هذا العمل في كثرة الحوادث التي يتعرض لها العمال من سقوط المعدات عليهم مع احتمالية كبيرة لانهيار صخور المناجم أو الاندفاع الشديد للهواء داخل المناجم كل ذلك قد يحدث مع وجود صعوبة أو شبه استحالة وصول الإسعافات في الوقت المناسب بسبب وعورة وبعد المناطق التي تبنى بها المناجم سادسا فتيات الأهداف فتاة الهدف هو مصطلح يستخدم داخل السرك أو في العروض الترفيهية بشكل عام للدلالة على الفتيات التي يقفن مكان الهدف في ألعاب الرماية هذه الفتاة تكون معرضة لخطر الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة إذا ما أخطأ الرامي في تسديد هدفه والذي غالبا ما يكون عبارة عن سكين أو قذائف نارية وغيرهما تضيف تلك الفتاة التي تقوم بدورها على أكمل وجه كهدف بشري المزيد من الإثارة لفقرة الرماية بالعروض الترفيهية ولكن كم تتقادى ياتورا لتعرض حياتها لمثل هذه الخطورة مع هذا الكم من المتعة سابعا خبر المفرقعات إزالة الألغام هي عملية تقوم بها معظم حكومات دول العالم وذلك لتنقية أراضيها من أي قنابل قد تكون زرعت اثناء فترات الحروب السابقة خبير الألغام يكون شخصا على درجة كبيرة من الخبرة والتدريب للقيام بعملية إزالة الألغام يدويا بسبب التدريب المكثف الذي يحظى به هؤلاء الأشخاص فإن خطورة هذه المهنة قد انخفضت إلى حد كبير ولكن هذا لا يعني أن أي خطأ صغير قد يكون ثمنه باهظا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر